نستخدم التعابير التالي للتعبير عن الطلب المؤدب أربع تعابير نستخدمها للتعبير عن الطلب المؤدب تتبعها infinitive اللي هو الفعل المجرد زائد تكملة الجملة بعدها نخلي please وبالأخير نخلي علامة سؤال تحفظ هاي القاعدة الفرق بين الكود والكان إنه الكود نستخدمها للشخص اللي دا نشوفه أول مرة أو للشخص اللي له منزلة عالية كان يكون مدير مدرس كان نستخدمها مع الأصدقاء أو الأهل بالامتحان يجيك سؤال مثل هذا Give me your passport انطيني جوازك خلي هاي الجملة بصيغة polite request خليها بصيغة مؤدبة ننزل التعبير المناسب حسب معنى الجملة هنا ممكن نستخدم would you أو نستخدم could you اثنينات صحيحة إذا نزلت can you ممكن تعتبر صحيحة لكنها يعني مو بقوة could you لأنه شخص انت تتشوفه لأول مرة فيجب أن يكون التعبير أكثر احتراماً نستخدم الكود أو ال would would you give me your passport please would you نزلناها ومن بعدها الفعل مجرد give me your passport تكملة الجملة نزل please حسب القاعدة ونخلي بالأخير علامة سؤال بهكذا نوع من الأسئلة يجب تحويل الضمائر التالية عند الحل يعني إذا شفت الضمير his أو her أو there بالسؤال نحوله إلى your أما إذا شفت you بالسؤال يتحول بالجواب إلى me وإذا شفت him أو her فيتحول إلى you بالجواب نأخذ مثال آخر see your ticket شوفني تذكرتك بس أطلبها بطريقة مؤدبة polite request حسب التعبير المناسب من معنى الجملة لهذه العبارة نستخدم my eye my eye وننزل الفعل المجرد see ونكمل الجملة your ticket please ونخلي علامة سؤال هل برؤية تذكرتك رجاء من معنى الجملة نعرف أنه نستخدم my eye في هكذا تعبير وعلى عموم هي هاي الأمثلة الموجودة هنانا هي هاي الجمل الموجودة بمنهج السادس عدادي أحفظها إذا كنا الضعيف بالترجمة والتعبيرات لأنه ما تجي غيرها هي هاي اللي راح تجيك بالامتحانات مثال آخر put your bag on the conveyor belts ضع الحقيبة على الحزام الناقل اطلبها بطريقة مؤدبة would you أو could you نستخدمها ونكمل الجملة put your bag on the conveyor belts would you put your bag on the conveyor belts نخلي please ونخلي علامة سؤال مثال آخر empty your pockets لما انتوح المطار وتدخل من خلال هاي المكينة اللي يتفتش الأشخاص فيطلب من عندك الموظف إنه تفرغ جيوبك من العمل المعدنية أو أي شيء مفاتيح أو غيرها فأطلبها بطريقة مؤدبة أشوف تعبير الكن هنانا ضعيف فنستخدم could could you empty your pockets please هل ممكن إفراق جيوبك رجاء أيضا مثال آخر get me an orange soda أطلبها الطريقة مؤدبة can you get me an orange soda please ممكن نستخدم can أو could لا ضرر بالموضوع can you get me an orange soda please هل ممكن أن تحضر لي صودة البرتقال رجاء drive me to the match this afternoon make polite request نستخدم would you أو could you أو can you إذا كان صديق أو شخص نعرفه drive اللي هو الفعل me اللي هو الضمير to the match this afternoon please وعلامة سؤال ممكن يجي السؤال بغير صيغة يقولك use can استخدم can يعني يفرض عليك أن تستخدم التعبير can to ask someone لتسأل شخصا ما to tell you ليخبروك how to get the mall كيف تصل إلى المال أو المركز التجاري هنا فرض علينا أن نستخدم can إذا ننزل can you بعدها نذهب إلى الفعل المجرد وين نلقى الفعل المجرد بعد to بعد حرف جر to لحن نلقى الفعل المجرد till عدنا حسب القاعدة اللي فوق أخذناها قبل شوية إذا عدنا الضمير you فنحول إلى me حسب هاي القاعدة إذا عدنا الضمير you هاي تحفظها نحول إلى me tell نحول اليو إلى me ونكمل الجملة how to get to the mall ونخلي please ونخلي علامة سؤال نعيدها ننزل can you اللي هو فرضها علينا بعدين وين نلقى الفعل بعد حرف جر to اللي هو tell نحول اليو إلى me حسب القاعدة اللي عندنا ونكمل الجملة how to get to the mall ونخلي please نخلي علامة سؤال أيضا ممكن يجي السؤال بطريقة أخرى ask the taxi driver أطلب من سائق التاكسي to show you أن يريك his driving license إجازة سوقه سائق التاكسي أنت تشوفه لأول مرة ما تعرفه سابقا نستخدم التعبير could you بعدين نروح الفعل مجرد الموجود بالجملة اللي هو بعد to وين ما لقينا to بعده هو يكون الفعل مجرد ننزل show حسب القاعدة اللي عندنا you تتحول إلى me وأيضا عدنا قاعدة أخرى فوق اللي هي his driving تتحول إلى your driving his الhis والhair والذير تتحول إلى your إذا عدنا بالسؤال his أو hair أو there تتحول إلى your هاي تحفظ your driving ونكمل license ونخلي please ونخلي علامة السؤال could you show me your driving license please